اخي ماهر من عمان ذكر ان اخته خطبها رجل وانه من قبيلة اخرى وان اهلها لم يوافق فانا انصح بنتي يعني ان لا تحدث مشكلة بينها وبين اهلها هذا يا بنتي الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوهن باذن اهلهن ولا بد من استئذان الاهل في مسألة الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اي ممرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحوها باطل 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 فلا يجوز يا بنتي انك تتزوجي الا اذا اذن اهلك بذلك وافقوا على هذا الخاطب وهذا امر واجب ابنتي لا بد ان تنضبطي به وباذن الله تعالى اذا تركت ذلك الرجل ارضاء لله سبحانه وتعالى ثم برا بوالديك وحسانه وحرصا على صلة الرحم ايضا فهذا بلا شك ان الله تعالى باذن الله سوف يعوذك خيرا من من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه ولا تأخذك العزة بالاثم وينفخ الشيطان في عقلك وتذهبي الى من يعني الى جهات الرسمية تزوجك رغما عن اهلك ابوك وامك اللذان قام عليك وحرص عليك وربياك منذ الصغر لهم الحق ايضا في اتخاذ القرار معك بمن تتزوجينه مدام انهم لم يمنعوك من الكفأ فالاكفاء كثير ليس شرطا تتزوج ذلك الشاب بل ايضا يمكن ان يخطبك غيره باذن الله تعالى اصروا